السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشهر المرسلين أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو سأتكلم عن مرحلة التأكيد هو أنه مرحلة التأكيد لم تتم بعد لأنه الموقع لم يغلق يعني لماذا لم يسجلش يروح يسجل سيتم غلق الموقع بما يزيد شو أنه يسكره وبعدها تتم عملية التأكيد التي تستمر حتى الـ 24 أجوية إن شاء الله تعالى لأنه بعدما أنه جي مرحلة التأكيد أنه راكم تلقاو تعديل إنكم إذا غلطتوا والله في الرغبات عدل الرغبات تبعك وبعدها دير حفظ أما إذا أنه مغلطش دير مباشرة تأكيد هذا ما كان اللي غلطت في المعلومات الشخصية أيضا يمكنك تغييرها بعد 24 نراك ما تقدر تغير بعدها تنتظرون مرحلة نتائج التوجيه تشوفوا روحكم واش بعثوكم هذا ما كان إن شاء الله تعالى ستتم عملية المرحلة الثانية الذين لم يتم توجيههم ولا تخصص لمعطاهم ولا تخصص في المرحلة الأولى أنه يديروا المرحلة الثانية وينتظروا أيضا نتائج التوجيه أتمنى أنكم أفهمتم مرحلة التأكيد راهي ما زالت كي يسكروا الموقع ويعودوا يفتحوه باعتقدروا تديروا مرحلة التأكيد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر